في خطوة حاسمة لمواجهة حرب ميليشيا الحوث الاقتصادية مضى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدا قدما في تنفيذ القرار المتعلق بضرورة نقل مقر البنوك الرئيسية ومعاملاتها المالية الرسمية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة وبعد استنفاذ المهلة التي كان أعلنها مطلع شهر أبريل الماضي أعلن البنك إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهو قرار يؤسس لمرحلة جديدة لإدارة القطاع المصرفي برعاية وإشراف كامل من الحكومة ووجه البنك المركزي كافة المنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات ووكلاء الحوالات المصرفية بوقف التعامل معها ودعا منطوق قرار المركزي اليمني كافة الأفراد والمؤسسات والمحالة تجارية والشركات والجهات الأخرى ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل عام 2016 ومختلف الفئات سرعة إيدائها في البنوك التجارية في المحافظات المحررة وحدد لذلك مهلة أقصاها نهاية شهر يوليو القادم وأكد على عدم مسؤوليته عن أي تبعات ستترتب عن عدم التعامل بجدية مع قراراته في هذا الخصوص الخطوة مهمة ومصيرية وإن أتت متأخرة وفق مؤيد القرار بينما يرى البعض أن تبعاته ستمس المواطن العادي الذي سيبقى عالقا بأوراقه المالية بين صنعاء وعدن لكن السؤال الأهم يتعلق بما إذا كانت مثل هذه القرارات ستحد فعلا من الانهيارات المتكررة للعملة الوطنية أو أنها ستوقف فوضى الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون ترجمة نانسي قنقر